سياسيا وصل المبعوث الأمريكي أموس هوكشتين إلى إسرائيل عقب مباحثات أجرها في بيروت لمدة يومين حول مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي ومن المقرر أن يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الخميس لبحث النقاط الواردة في الاتفاق وملاحظات الجانب اللبناني وحسب الله ذلك بعد اللقاء بناء على الموطيات السابقة مع وزير استراتيجية رون ديرمير مساء الأربعاء وفقا لوسال إعلام إسرائيلية بعد جولة ثانية من المفاوضات مع رئيس البرلمان اللبناني نبيهبر أشار هوكشتين إلى إحراز بعض التقدم وأنه سيسعى في إسرائيل لإنجاز الصفقة رافضا إعطاء معلومات مفصلة عن سير التفاوض عقدت اجتماعا مع بيري كان مبنيا على اجتماع سابق وقد حققنا تقدما إضافيا سأسافر خلال ساعات إلى إسرائيل لمحاولة التوصل إلى حل إذا أمكن مصادر سياسية إسرائيلية أشارت إلى أنه من الممكن التوصل لوقف لإطلاق النار خلال أسبوع ولكن شريطة حل النقطتين الخلافيتين وهما تمكين إسرائيل من رد عسكري أو الرد بشكل عسكري على أي خروقات داخل لبنان وكذلك تشكيل لجنة الرقابة الدولية كما كشفت المصادر أنه ليس واضحا إن كانت إسرائيل ستقبل بالاكتفاء بالورقة الأمريكية الجانبية التي تقر بذلك أو تطلب ذكرى ذلك بنص صريحة فيما أكد حزب الله من جانبه أنه أبدأ ملاحظاته لهوكشتين وقرر المضي بمسارين معا هما مسار الميدان ومسار المفاوضات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر